موسيقى موسيقى بصل خير من هلأ لندن تيفي نحن اليوم بحلقة جديدة من برنامج هاشتاك سياسي الليلي نحن من معراب بضيافة رئيس حزب القوات تألونا دكتور سمير جعجع شكرا لاستضافتك لأنه هوني أهلا وسهلا فيك أستاذ علي معك دكتور جعجع رح نحكي على عدة أمور تتعلق بالاستحقاق الرئاسي هناك تطور كبير هو هذا التقاطع حول اسم الأستاذ جهاد أزعور وأيضا هناك مواقف وهناك حركة بالمشهد السياسي اللي بتتعلق بالتصعيد فيه تصعيد بالبلد فيه تصعيد سياسي وهناك من يتخوف من أنه هذا التصعيد السياسي بيبلش بالكلام ويمكن أن ينتقل بمكان آخر لصمح الله وبدنا نحكي سوا أيضا نحن وياك عن كيف بلشنا بثناء شيعي واليوم الناس عم تحكي بثلاثة مسيحي هل يجوز هذه التسمية أم لا تجوز وأيضا وأخيرا بدنا ننتهي بموضوع الدور العربي ماذا ينتظر الدكتور سمير جعجع من الدور العربي ومن دور الدولي لتسهيل هذا الاستحقاق الرئاسي موضوعنا الأول هو ماذا بعد ترشيح جهاد أزعور بس في نقطة بالمؤدمة دبعك أستاذ علي بحب توقف عندها قبل ما كفي ماذا بعد ترشيح جهاد أزعور واللي ما بوفي عليها أبداً وما بعرف فيه يعني شو سببها وشو خلبيتها أنه بعد ترشيح أستاذ جهاد أزعور هناك تصعيد وتصعيد وتصعيد وممكن أن يصل إلى مناة أحمد عقبال بس ما عرفت ليش تصعيد يعني فيه انتخابات رئيسية أصلاً مؤخرين سبعة شهر نحن نعم وبمواجهة أي انتخابات إن كان رئيسية ولا غير رئيسية حكماً بدي يكون فيه مرشحين الفريق الآخر فريق الممانعة يلي الناطق بإسمه بآخر مرحلة كان الرئيس بري فريق الممانعة كل الوقت كان عم بقول نحن كممانعة عنا مرشح جدي هو سليمين الفرنجية الآخرين منه جدي الآخرين ما عنده المرشح وإز من بعد عدة سولات وجولات بين الآخرين لأنه صراحة الآخرين مش فريق منسجن مثل فريق المقاومة فريق الممانعة الآخرين لا مجموعة فرقاء آخرين أوكي قدرنا توصلنا اتفقنا على مرشح لا ليش التصعيد بالعكس لازم يكونوا مبسوطين أنه عندهم مرشح وصار فيه مرشح آخر شو ما سموه سموه صار فيه مرشح آخر وبالتالي نروح على انتخابات النيابية يعني ما أنك ملاقي مبرر للتصعيد ولا أي مبرر للتصعيد ومعك حق أسفز علي باليومين تلاقي ترماضين صار فيه تصعيد كلام كبير أخي ليش تصعيد الكلام؟ مما يدل على أنه فريق الممانعة ما بده تطلع الأمور عن سيطرته هو لا في دستور ولا في انتخابات ولا في انتزام عام ولا في شيء أبداً بس شايف أنه صار شيء هو منهم متوقعوا هو مش حاطت يده عليا بلا شيء يساعد أخي ما انتخابات هاي مما كان له حقيقة تراشع هذا شو التصعيد؟ على كل ما راح نحكي بهذا الموضوع بداية مثل العادي بهذا البرنامج نحنا بنعمل برمي على بعض مواقف ضيفنا وتحت عنوان قال رئيس وحزب القوات لبنانية سمير جعجع أن حزبه لا يصوت لانتخاب زعيم حركة أمل نبيه بري رئيساً للبرلمان الجديد لأنه لا يتمتع بصفات المطلوبة على حد تعبيري تمام بأول أيلول ما وقفنا كتير واضحة حضرنا كل الجلسات من أول لحظة عنا مرشح يمكن مش مرشحنا المثالي المثالي برضو رحنا على مرشح السيد حسن مصر الله عم بيغمي للشعب اللبناني أكتر وقتها يعني عم بيدفع الشعب اللبناني إلى جهنم التي وضع فيها الشعب اللبناني عليات حزب الله وحليف حزب الله تيال وطني الحر نحن مع تسمية سمير جعجع لرئيسة الجمهورية إذا كان الظرف يسمح بوصوله اليوم حقبة في صعوبات بس طرح رئيس سعد الحريري المرشح سلمان الفرنجي عملت أستيق عند العون وجعجع أي رئيس المنع أي رئيس المنع يعني غمأنا جهورة اللي نحن فيها شي جبران ثلاثة أربعة جبران باسيل غير راضن بسلمان الفرنجي وحزب الله حتى أشعار آخر لن يقدم على ترشيح جبران باسيل وبالتالي الأمور واقفة عند هذا حد عند الفريق الآخر هلأ يعني بخلال أسابيع قليلة يجب أن نصل إلى اختراق اختراق جدي في رئيس الجمهورية ونرجع وصل رئيس المنع وهو قال للنهار سأطرح شخصيا علامات استفهام حتى أشاهد باسيل في المجلس النيابي ويقترع لمصلحة أزعور للتأكد جديا من المسألة حتى اللحظات الأخيرة كان يراهن رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع بأن سوريا ورئيسها بشار الأسد لن يعودوا إلى الحضن العربي ولا إلى جامعة الدول العربية دكتور سمير جعجع موضوع ترشيح قال له أستاذ جاد أزعور ما في شك أنه خلق دينامية جديدة بالاستحقاق الرئاسي كيف قدرتوا تتوصلوا على هذا الترشيح بالرغم من كل هذه التباينات على ساحة المتقاطعين إذا جاءت التعمير متقاطعين معك حق تماما بالسؤال بدي أرجع نتف صغيري لو أنا تقدر وضح شو المصور نحن مرشحنا ميشيل معوض صحيح ومن وقت ما انتهت الانتخابات النيابية كان واضح في فريق منظومة الحكمة بالفعل يلي كان نية عن حزب الله وحركة أمل وطيال وطين حر وحلفاء هون منظومة وفي الفريق الآخر يلي بسميه الفريق الآخر رشحنا ميشيل معوض على أساس أنه الفريق الآخر أقلها وكله سوا مجمع على أنه يجب أن يحدث تغيير ما في البلد إذا ما صار في تغيير بالسلطة ما رح تكفي الأمور مثل ما هي بيقلك أنه بكل أساب بكل أساب بالفريق الآخر يلي إذا بدك فيني يسميه الفريق المعارض بس هلأ ما بعرف شو بعد فيني يسميه فريق الآخر رشحنا ميشيل معوض عملنا كل الإتصالات كتير جربنا ميشيل معوض مرشح كتير مقبول مرشح جديد مرشح شب أوكي ويحمل يعني كان بزور نجاح كبيرة في حال تم تم الاتفاق عليه ما قدرنا بأطراف يلي بتسميه حالها معارضة ما قدرنا أنه نخليه 11 مجموعة 11 مرة ويأخذ نفس الأصوات 40-45 صوت هلأ عندها النقطة بالذات فريق الممينع شايف أن الفرصة حانت ورشح سلامان فرنجي حق عظيم رشح سلامان فرنجي من وقت ما رشح سلامان فرنجي تقريبا من شهرين ونصف لحديث هلأ الكلنا سوا عم نفكر شو بها نعمل تنكفب بميشيل معوض ومبين أنه ما عنده حزوز وتنقعد ما نعمل شي معناتها بشكل غير مباشر عم نعزز حزوز سلامان فرنجي مش بحد ذاته عم نعزز حزوز مرشح الممانع من هون إيشت الفكرة لازم نجرب نلاقي حل ما تعرف في شي بيسموه بالإنجليزي out of the box كيف هنعملت العزز لنقدر نجمع المعارضة يلي هني بيعنوا عن حار المعارضين مستحيل هولي العضاد مثل ما بيسميهم رئيس بري مش عضاد بس بالفعل في البعض منهم تلقصوا خبرة كل بعض الآخر نظرييين على الآخر كل بعض الثالث على الكوكب الآخر وفي بعد الرابع يعني مختلفين مع بعضهم بالمعارضة المعارضة لأ بالمعارضة الأساسية فكان علينا نفتش من خارج المعارضة الأساسية من خارج المعارضين الفعليين أوكي وين بدأك تفتش طلع على أنه فيه الطيار الوطني الحر كمين عم بيفتش هو لأن الطيال الوطني الحر بمأزق منه رديان عن ترشيح السلامية فرنجيج بينها التفتيش والتفتيش الآخر صانت كثير صولات وجولات نتيجة شهرين من الصولات وجولات بين المعارضة نواة الفعلية للمعارضة وبين جبران بسيل صولات وجولات توصلنا على اسم قطعنا عليه نحنا وجبران بسيل من جهة أخرى نحن والطيال وطيال الحرب من جهة أخرى وبالتالي من هون إجا ترجيع أستاذ جهاد أزعور بكل بساطة هل بتعتقد أنه أنه أنتو قدرتو تسجلوا نقطة تؤدي ربما تؤدي إلى إسقاط ترشيح السلامية فرنجيج يعني لأنه واضح أنه الأستاذ أزعور عنده نسبة مؤيدين أكبر ربما ممكن يجيب أصوات أكتر ممكن يلغي ترشيح فرنجيجي ترشيح فرنجيجي قلل ترشيح فرنجيجي مش هيدا يعني الغاء ترشيح فرنجيج empresa مش مع هذا هدف بحد زيته ، وفي مش هدف أصوات أمور شخصيه ابنو اللOP ما نفسح مجال لمحور ماء مرع اللو يجيب مرشحه محير لمرشح الواحيان في المرشح خليني اقول يا خيات مرشح الممكن بالوقت الحاضر فبعدين نتبه الطبيعة بتكره الفراغ يعني طالما كان في فراغ طالما ما فيك تعرف شو فيك تنتظر مثلا بعديك مثلا صغير باي وقت من الوقات كان ممكن يرجع محور ممانعية تفهم هو جبران بسير شو بتعمل امتساءاتها هون السؤال اللي بدي يطرحوا من المنطلق كان في حاجة استاذ علي على انه نعب بها الفراغ مش بحيالها شي بشي معقول دمنا حدود المعقول والممكن بها الفترات بها القيام واشت الفكرة وكفانة بالفكرة توصلت لحدهم فاذا مش بحد زيتها انه ترشيح جهاد ازعور تنلغي ترشيح سلامين فرنجيه لا طب اذا لغينا ترشيح سلامين فرنجيه بكرة محور ممانعه رشح واحد غيره انه شو ما يكون عملنا لا ترشيح جهاد ازعور هو تنقدر نربح المعركة كلها سوا ترشيح جدي ايه اوكي بجملي بموقف بموقف بعد ما اتفقته على الاستاذ جهاد ازعور قلت انه انا حتى اشاهد بسي في مجلس النيابي ويقترع لمصلحة ازعور حتى اتأكد جديا من المسألة مبارح الرئيس السابق ميشيل عون توجه الى دماشق هذا الامر ممكن يخليك اكثر قلقا واكثر هيكي يعني ملبكين كمجموعة هو من شهرين تقريبا ما كنت ضامن ما كنت ضامن من شهرين تقريبا يعني كنا وصلنا قربنا على قصة جهاد ازعور بس صراحة السوابق يلي قلنا اياها مع الطيال وطني الحر هي اللي ما خلتنا نقدر نقرب لحديد لحديد ما تأكدنا بموقف علني تبه يعني اخدنا يعني كلام كلام مع انه انا ما ما بقيد على على كلمون اوكي بس غير كلام اخدنا موقف علني وشفت هالموقف علني كيف تكرس هلأ برضو ايه بدنا نضل من تبهين لاخر اللحظة لانه السوابق ما بتشجع بها الخصوص هلأ بما يتعلق بي اه زهاب العماد عون الى الى سوريا بوقت الحاضر انا بتأسف يعني شغلي تدعو للأسف للأسف الشديد اليوم مين موجود بدمشق يعني شفت لو في سلطة سورية فعلية بتمثل يا سيدي خمسين فاصلة ربع بالمية من الشعب السوري يعني كن واحد بيفهم وكلنا بنفهم وانا كن بعمل نفس الشي يعني بنهاية المطرف السورية دولي على حدودنا مفترض يكون عندنا علاقات معها بس اليوم بدمشق ما في نظام ما في دولة مش موجود ممكن لي اصلح ذات البين مع الممالعة ها ها وبالتالي وبالتالي هاي بتجي بسياء حزب دي مش بسياء علاقة مع دولة او علاقة مش مصلحة شعبين موجودين حد بعضهم على الاطلاق فمشان هيك بتأسف جدا يعني بعدنا بنفس اللعبة وبنفس اللعبة بعدك مطمئن الى موقف الطيارة الوطن الحر فيما يتعلق بدعم ازعور وبالوقوف سدا منيعا الى جانبكن بموضوع الترشيح ترشيح الاستاذ فرنجيه يومك يومك لحد هلا انتبه موقفهم صار معلن يعني بتصور انه بيدفعوا تمن كتير كتير غالي اذا بنيتراجعوا عن موقفهم مع انه نحنا اخدين بعين الاعتبار كل الاحتمالات بس انه هلا عم نكفي بالامور كما هي اليوم فيه بموضوع التصعيد لحظت وحكينا بموضوع التصعيد انه فيه تصعيد كلامي وتصعيد بتعرف حضرتك انه الامور بتبدأ بكلمة وممكن تروح لابعد الموقف الغريب هو موقف الرئيس رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري وحركة امل اللي بيعتبر انه الترشيح الاخير هو ترشيح لتجمع الاضاض الذين عبروا خلاله عن التقاطع المصلحي ويعبر عن موقف تعطيل وتخريب فعلي يعني هذا كلام عالي ضد كل وضد هذا الترشيح يعني انا كنت بتمنى انه بالاخص حركة امل يكون فيه حد ادنى من المنطق بالمواقع اول شي اذا تجمع الضاد ولا تجمع تجمع الناس متفاهمين مع بعضه شوف رقيني معكم اذا فيه انتخابات فيه انتخابات اوكي وفيه شخص مرشح هلا فيكم تقايدوا فيكم ما تقايدوا بس كيف ومين مين متقاطع مع مين علا وكيف ولاش وكذا ما حدا دخلوا فيها يعني ما فيك ما فيك تجي تنعت مرشح انه هو مرشح تجمع الضاد مساء لهم 15 سنة يحكمين البلد بمجموعة الضاد قوم الطيال وطني الحرب من جهة وحزب الله من جهة وحركة امل من جهة اخرى وهو ثلاثة ما بدون سواء الضاد معرفهم وبالتالي يلي عم بجربوا يتهموا الاخرين في هن عايشينه وبالعمل وبسلطة كاملة مش انه تقاطع مجرد تقاطع حول مرشح واحد تاني شي انه هيدا تعطيل كيف تعطيل بالعكس واكبر دليه انه لا كيف حرك الحركة الرئاسية والانتخابات الرئاسية واكبر دليه انه فورا اضطر الرئيس بالرئيس على انه يده الى جالسة الانتخاب الرئاسية وبالتالي كل هالمنطقة منه سليم مرفوض تماما نعم ونتطلع على الامور كما هي برحابة صدر يعني بده حد الديمقراطية بده حد ادنى من قبول اخر وتقبل اخر مش اللي بيعمل اخر صار كله ما بيسوى واللي بنعلم انه احنا كله منيح مع انه بيكون كله زي الجلسة هي بعد بعد اسبوع مسافة طويلة بالسياسة متل ما بتعرف حضرتك الجلسة في كتير كلام وفي كتير يعني محاولة استشراف محتى بيعرف كيف رح تندار هذه الجلسة لكن اللي اللي السؤال اللي طرح هو انه فرنجية معظم المسيحيين او الكتل المسيحية ضده لكن ازعور كل الشيعة ضده هون بنطرح مسألة الميثاقية اذا في ميثاقية بحل في ميثاقية بحل تاني برئيسة الجمهورية شو رائق بهذا الوصف اولا من يعني موضوع اسلامين فرنجية حط اللي اسلامين فرنجية الشخصة على جنب اوكي وتنحكي عن المرشح مرشح الممنات يا الممنات اولا الموقع موقع مسيحي وبالعرف والمناخ السائد في لبنان مسيحي 30-40-50 سنة الى هلأ يعني تنفترد 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 وقت بيكون موقع رئيسة الحكومة مطروح اوكي طبيعي هم بحكي من ضمن اللي قاتل عن الاستقناص برأي السنة ايه الاستقناص بالدرجة برأي السنة طبعا يمكن ما يكون ملزم مية بالمية بس انه بدنا نشوف انه كمان هن شبهات نوبية ما انه هالموقع حتى اشعار اخر مخصص للطيف السنية فاذا هالموقع مسيحي نفس الشي بما يتعلق بي رئيسة المجلس نحن ما صواتنا مرة لما دين الرئيس بري ولا مرة تبه من 18 سنة لحديث هلأ صواتنا الرئيس بري للاسف طلع حدثنا بمحله فكمان انه يستقنص هلا اذا في عندك سبب موجب اخر ما بصوت له اوكي حر انت ما تصوت له بما يتعلق بين مقارئة الجمهورية هيدا الموقع المسيحي بالدولة مضبوط ولا وبالتالي يجب الاستقناص برأي المسيحيين مع انه برجع بقول اكيد منه ملزم مية بالمية بس انه الاستقناص فيه هاي لهذه الجهة تاني شي بما يتعلق بين فهوم المسائية استزعالي من عشرين سنة الى هلأ اوكي البعض تعوجوا مفؤون المسائية ميسائية واستعملوا بشكل مغلوط ميسائية بقى نرجع على وقت العملي ميسائي الوطني سنة ثلاثة اواربعين بان مين ومين نعمل بان المسلمين والمسيحيين صحيح مفيش بالميسائية ما في موارني وارتودوكس وما في شيعة وسنة وما في دروز وكاتوليك في مسيحيين ومسلمين اتبلورت باتفاق الدوحة اذا بتذكر سنة الالفان وثماني انه موضوع الميسائي اكتر داخل مجلس وزراء الزراج مش كميسائية اتبلورت كخلاف بين طرفين سياسيين نعم اوكي وانه واحد منهم يلي هو اقلية عطول يكون عندها تلت الضامن بس مش كميسائية نعم فأذا ميسائية بين المسلمين والمسيحيين فأذا اي شغلة فيها كمية لا يستهلم تحتمان فيها من المسيحيين كميت لا يستهلم تحتمان Shoya مش بنجي يعني إذا بدي أخد هالمنطق أنا نعم مثلا بيأخد أخونا الأرمن إذا بدي أسحبه على كل الطواب بيأخد أخونا الدروس ما هيك عاد يعني إذا الدروس شغلي ما بدون إياها في لبنان ما لازم تصير لا ما بصير هيك يعني إذا بدي أعطي الشيعة الأد والسنة الأد والموارنة الأد والأورتودوكس الأد بدي أعطي كل البقوي إذا بدي أحكي بمنطق مساقي جدا نفس الشيء مع رف роз مكونات تتلاتة الكبار معروفين شو هنيieren ممani ما فيك تحسبت31 مم continuous عرشة بيأساسا نعم مساقيه بلبنان هي بين المسلمين ومسيحيين أي خطوة أي عمل بصير أوكي فيه كم إلى بقسم بها من المسلمين كم إلى بقس فيها من المسلمين أوكي صار عندها مسيقية هلا الشعر والمسلوكية بل فيها مسيحيين بس أو أكترية كبير مسcan شوئية مسلمين أو مس WILLيس gentleman بس ومشوئية مساحيين همي هن جائب له فبُ من هالمنطقة يعني انت بتفضل الكلام يعني بالنسبة لك الحديث عن الميثقية إسلامي مسيحي ولذلك موضوع إذا 27 من 27 نائب شيعي صوتوا ضد أزعور لا تعتبر أنه هذا يناقض الميثقية أو يضرب ميثقية أزعور إذا بدوا يعمل رأي جمهورية لماذا الشيعي عمش مسلمين؟ عم بلع طبعا عظيم مسلمين آخرين كمان مصوتين مع أزعور فإذا إيه هون بدك تخدأ بك تاخد الميثقية بأصولها بجزورها مثل ما هي هاي الميثقية هلا بدون غير الميثقية هاي بده مؤتمر آخر بده بحث آخر بده مفاهيم أخرى بدنا نحكي بالمفاهيم الأخرى وبالمؤتمر الآخر لأنه هذه قصة كبيرة يمكن بالبلد ويمكن رح تتفاعل من وراء رئيسة الجمهورية حكيم نخد بريك صغير ومنرجع لألكون أعود لنا معكم مشاهدنا الكرام ببرنامج هاشتاك سياسي الليلة مع دكتور سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية محورنا دكتور سمير جعجع هو من الثنائية الشيعية إلى الثلاثية المسيحية أبدا هيدا توصيف خاطئ للواقع أو شي جد فيه ثنائية الشيعية هيا على الأكيد يعني برغم من هايك خلافاتهم المضمرة لا بالأمور الأساسية متفاهمين بين بعضهم أكيد مختلفين على بعض المفاهيم الدينية على بعيد ما بتأثر كيف العمل السياسي مختلفين على بعض النقاط السراتيجية بس متفين على كل شي بما يتعلق في لبنان وطريقة التصرف في لبنان بينما هلأ بالمقابل ما فيه أي ثلاثية مسيحية في جبهة تمشت لا 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 كامشا انتبقى ع سن واحد صراحة هو تقاطع على اسم رئيس جمهورية تيالو تاني الحرفي مكان آخر مختلف تماما بارح ما بده شي من يوم يومين أو ثلاثة النيب و جبران بسير كان عنده مهرجين خطابة وشي نرجع مقاومة وكذا وطالع ونزل الشغلة هي اللي بعيدة كل البعض عن طريق تفكيرنا طبعا نحنا نحنا أول مقاومين بس نحنا مقاوم من خلال دولة والدولة هي المقاومة الفعلية لازم تكون مش المقاومة عم يعني يا النيب جبران بسير فأزم ما فيه ثلاثية مسيحية على الإطلاق فيه ثنائية شيعية بس ما فيه اللي فيه هون فيه معارضة واسعة يعني اليوم معك من وضاح الصادق ومارك داو وبعض النواب التغييريين وبعض النواب المستقلين وحزب الكرتائب وحزب الوطني الأحرار وحزب القوات اللبنانية وآخرين هاي معارضة واسعة هاي علاقة لب سنائية مسيحية ولب مسيحية كمسيحية يعني وعندك مجهتين السنائية الشيعية تقاطعت هالمعارضة الواسعة عن نقطة وحدة برجع بأكد نقطة وحدة بالوقت الحاضر هي على اسم جاد أزهول وعصوص ونقطة يعني أنتو ما نكون منفتحين على إمكانية أن يتحول هذا التقاطع إلى ربما تفاهمات أوسع إلى البحث يعني تفاوضات على قويس مشتركة نتمنى انتبه نتمنى بس انتبه يعني كل يلي شفناه من نيب جبران بسير من عشر سنين لحالية هلأ عكس تماما طريقتنا ومنهجنا ونهجنا واللي منشوفه ونظرتنا لإدارة الأمور والدولة عكس كليا مثلا بالطرح السياسي ما ما بتجري تعرف وين هو بالزبر نحنا معروف ويننا بالزبر هلأ إذا بيقدري تخطى كل هودة لش لا بس أنا مني شايف لحديت هاللحظة بالرغم من تقطعنا على جهاد أزهور بما يتعلق برئاسة الجمهورية بعضه طرح الأساسية هو زيته وبعضه مقربته الأمور هي زيتها ما فيها انت فاهم بمعرض مواجهة ترشيح الأستاذ أزعور هناك كلام عادة إلى التداول هو كلام يستشف منه انه في شيء من التهديد مثلا أكيد طلعت على الصورة الشهيرة لأستاذ أزعور وخلفه الشهيد محمد شطح شو شو انت تقراها كتهديد مثلا شفت شغلي اليوم أسوأ منها شفت شغلي للأسف بأحدى الصحف اللبنانية اللي بتعبر عن رئيس سنائي الشيعي بالأخص حزب الله عم بيقولوا انه مصدر من السنائي بلغوا للنيب وليد جنبلات انه انت شو بدك تتمشي بجهاد أزعور وخصوصا على انه ترشيح جهاد أزعور يعتبر تحدي للسنائي وبالتالي ليش تحط السنائي الشيعي بظهرك وتسبب مشكلة لحالك تصور هل دا الحاكي مش تهديد؟ المسافة طويلة للاول جلسة تخشى من أعمال ممكن تكون مخلة بالأمن هكي يعني لتغيير تغيير جو البلد نقله على محل تاني لك استاذ علي ازا بدي اخد الماضي كمؤشر ايه واحد بيخشى اما ازا بدي اخد الاجواء الحالية يعني بين دولية واقليمية ومحلية يعني بيستسعب وبيستبعد بالاضافة الى عام الاضافة موجود مقلوب العادي يكون موجود في لبنان انه هالمرة الادارات الامنية بالأخص الجيش اللبناني متل ما هو موجود صارت واضحة انه ما رح يسمح لأي فريق لبناني بالتعدي على اي فريق اخر فمطمئن لموضوع الجيش الدا اكيد بالوقائع رغم المناورات والمناورات وما بعد المناورات اللي عم تحصل بعدة محلات ومش طرف واحد عم بيقوم فيها ايمن غير سر يعني في احزاب ما قدرت ما قدرت ما قدرت حصلت على نايم يعني ما في مشكلتك في ناس بالبغض ما بيستحيوه في 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 حزب من الاحزاب بكل الانتخابات النيابية بكل مناطق اللبنانية وبعنوا حط تقلو اوكي ما قدرت حصل على نايم عم بيعام المناورات قال هلأ بديروا حقيقة الاسرائيل وكل هالمناورات ذكرتني هلأ بالانفجار يلي صاد كمان بأوسايا نعم بشرفك ما كان كتار كتار من اللبنانية ناسين انه في شيء اوسايا افتكروا غارة او شيء من النوع كبير لا لا غير يفتكروا انت يعني كنت تذكر ان في شيء بأوسايا نعم صحيح في مجموعات بعض وحطت النظام السوري من وقتها مثل بعض الاحزابي اللي هلأ عم تقول بدأت بدأت وجه اسرائيل وعم تعملوا عطالة عم نازل وكاسا بتكأنه بالبنان ما في دولها ولا في نظام ولا في شيء ولا في دستور أبدا اوكي تقول انه اه بعد ولي حديث هلأ بين حزب الله من جهة ونظام السوري من جهة أخرى يلي هالنظام السوري طالع رئيس عون للأسف انه يشوفه يعني مما تشوف بدماجق غير نظام السوري لك شو بعضهم عم بيعملوا عم بيزرعوا عم بيزرعوا ادوات تخريب بالداخل اللبناني فاذا هاي بتثبتلك مثلا قوسية موجودة مش نشوف يعني من عشرين سنة الى هلأ فيك تقول لي مجموعة قوسية جبهة شعبية وانبعت في جبهة شعبية فيك تقول لي موجودة مش نشوف موجودة تلك اليوم انفجرت فيهم بعض الأنامي وموجودة بالنعمة كمان على مدخل الشوف هاي كلها تبس يجي وقت استعمالها بالداخل تستعمل بالداخل فالمهم فاذا بالرغم من كل هاودي طبعا أزالت الأحداث يعني من شوية لا غيرها من المناطق انه ايه في جيش بالوقت الحاضي ما رح يخلي اللبنانيين يتعدوا على اللبنيين آخرين فينا نقول بالعودة لموضوع الاستحاء الرئاسي انه النواة الصلبة المسيحية النواة الصلبة المسيحية بهذه المعارضة وحلفاء المعارضة خلينا نقول هي فعلا هي اللي عملت بلوك على قرار ترشيح الثنائي الشيعي للاستاذ المانفرنجيه ما عم نحكي عن الاستاذ المانفرنجيه عن المرشعة عن المرشعة صراحة مش واحدة ايه فيه في نواة صلبة فيه نواة صلبة منا قليلة أبدا اوكي بس حد النواة الصلبة ما تنسى في عندك ناس مثل لواء أشرف ريفي مثل فوقت مخزومي مثل مارك داو مثل وضاع الصادق وغيره ما حدا يوخزني وبعد النواة المسائلين كلهم اللي عبدوهم فنواة الصلبة هي نواة الصلبة طبعا المعارضة يلي سميتلك بعض بعض أوجهها بالوقت الحاضر وهي بعض أوسع من هاي طيب وقعدتها قعدت هذه النواة الصلبة هذه النواة الصلبة بشو عم تعبر داخل المجتمع والوجدين على المسيحي من جهة في وجزين مسيحي من جهة تاني في وجزين غير مسيحي كمان لبناني في وجزين وطني عم يعني عم تعبر عنه وقت البيع ما أنا بسمي هالأشخاص ما هو دي عندهم قواعدهم كمان كلهم سوا وبالتالي ايه مجموعة هالقواعد هي القاعدة الصلبة طبعا المعارضة يلي صارت يلي خلت هالمره على انه محوال ممنعه ما يقدر يوصل مرشعه بالجلسة المتوقعة واضح انه عنكن خشي انه تكون شبيهة هذه جلسة 12 اللي داعي لها الرئيس نبي بري تكون شبيهة بالجلسة 11 مثلا تروحوا على اول جلسة او انزع او انزع ايه انزع كيف يعني كيف يعني انزع ممكن ما يأمنوا نصاب من اول دورة يعني كانوا يعطعوا نصاب يعطلوا نصاب تاني دورة هلا يمكن بالمرة ما يروحوا في كتير سيناريوهات وطبعا هيدا بس تاوي الشغل تاوي الشغل يعني هالمرة مظبوط بتكون الحق التكذيب على باب دورة كل الظروف متوفرة فلاش يتقاطعوا لا قبل ولا بعد ولا بالدورة الاولى ولا بالتاني والتالتي في مرشحين وفي انتخابات رئيسية مرشحين واضحين المعالم اتنينتهم سوا بتتوفر فيهم الشروط المطلوبة للترشح عن انتخابات الرئيسة هيدا مع بعض الكتل هيدا مع بعض الكتل خلص من روح دورة اولى تاني تالتي رابعة اما اذا قاطعوا متل العادة هون يعني هون بيكون صارت النواية كتير واضحة خلص بيكون محور ممانع عم بيقلك يا بتجيب لي الرئيس اللي بديه يا مرح خليك تعمل انتخابات الرئيسة بهذه الحالة بهذه الحالة بيعني ترشيح الاستاذ ازعور بيصفي معلق متل ما صار بالمرحلة الاولى مع الاستاذ معوض هيدا هيدا شو بتتفشكل لتعمله مش بالضرورة استاذ علي لانه القاعدة يلي منطلق منها استاذ ازعور اوسع بكتير من القاعدة يلي انطلق منها ميشيل معوض نعم مزبوط ولا وبالتالي ما بعرفش بنا نعمل بس على الاكيد يعني على المدى المنظور كله سوا ايه يعني راح نتمسك بترشيح جهاد ازعور لانه هذا حقنا وهذا شي طبيعي طب انا بدي احكي شوي عن الاستاذ جهاد ازعور طبعا كتير اللبنانيين بيعرفو في ناس بيعرفو اقل انت ك رئيس حزب القوات اللبنانية يعني هذا التجمع الحزبي الكبير واللي شو هو ازعور بالنسبة للكون جهاد ازعور شوي مميزاته لا بلته او حكيته فيه شو اللي بنتاز فيه عن اخرين اسماء اخرى مميزة واحدة يعني التفاضلية كتير واضحة وانه قدرنا تقطعنا على نحن واخرين تنقدر نقام نوصوله بكل سراحة وكل بساطة مش انه هو ما عنده ميزات اخرى لا بس مش هاي الميزات الاخرى الميزات اللي عنده اياهم استاذ جهاد ازعور موجودين عند كتار تانيين من المرشحين بعطيك مثل صغير بس نعم على سبيل الدلالة انه من بين اللي كانوا مطروحين كاسماء يعني بين جهاد ازعور كمواصفات وبين زياد الحي كمواصفات او ما يريحانة انه كلهم فيهم الخير والبركة هلا لاش بتحتيجي هاد الازعور بكل سراحة لانه ما بدنا مرشح يكون عنده مواصفات وبس بدنا مرشح يكون عنده بعض المواصفات ونقدر نوصله لانه هاد المرشح صار في تقاطعه معه ومع كتار اخرى لحد انه امكانية ايصاله صارت يعني باليد فاذا بدك تاخد كلها بعد الاعتبار بس في كتير ناس بيقولوا انه اختيار هذا المرشح ما في حدا نسمع شو افكاره ما حدا نسمع شو هي شو رأيه بقضايا جوهرية بالبلد يعني قضايا متل القضايا اللي انتو عم تدافع عنها انا رحلك وجهة نظري انا اي نعم وجهة نظرك انا اللي بعرفه وبعرف جهاد ازعور من وقت اللي كان وزير مالية نعم مثلا في البعض بيحكم ما ايه ما هذا من منظومة كان بالوزير المالية وعمل ومدري شو عمل وطوله عالا 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 اول شغل بنا انتفع علي ازعالي مش كلنا سوبان عمل محقيقين بالحقيقة حرام في لبنان اللي صار اخر اربع سنين دربكة وفالتين هذي كلهم يعني كلهم وكرنفال وماشي وكلنا محقيقين وكلنا عنا وسائق وكلنا مش مظلتين نعم نعم انا اخذت مئيس صغير عم بحكي عن العاملين اللي بهمونا اول شي نظرة وطنية شو هي كل عمره كان بمنحة 14 دار تاني شي بما يتعلق بالفساد وبيه إدارة الدولة تبخيه وقت المؤسسة دولية مثل صندوق النقد الدولي بتقبل حدا فيها بموقع عالي جدا ما بيكونوا عاملين يعني مرنقينوا بعشرين مصفاية طب إذا مرأ بالمصفيات طبع صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي ممكن يكون فيه حدا موظف بهال المستوى فيه ويكون عنده تهم فسيد مثلا أنا بشكل حتى عشران آخر نعم على القليل وبالتالي اعتبرت أنه هون مئيسين بالحد الأدنى كيفين مش انتا نقدر نمشي بالتقاطع الحاصل على جهد أزهور لأنه هاي الطريقة الوحيدة تنقدن وصير رأيج موريين يعني بهذا المعنى أنت لا تتخوف من أنه هو بس تقاطع لكن عنده أشياء تانية يقدمها هو اللي قلتن هو هو اللي قلتن هلا بريك أصير ومنرجع لكم أعوذي معكم مشاهدين الكرام ببرنامج هاشتاك سياسي ليلي من معراب من منزل الدكتور سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور جعجع المحور الثالث والأخير هو ما المطلوب من الشركاء العرب والأجانب بالاستحقاق الرئاسي صراحة بالاستحقاق الرئاسي مش مطلوب شيء أبداً لأنه في مئة وثمانة وعشرين نائب بالمجلس النياب اللبناني تقع عليهم مسؤولية إنجاز الاستحقاق الرئاسي ما هنى هول بصوته إنه بكرة إذا عندنا مشاريع بدأ تنفيذ وبحاجة لرؤوس أموال ساعتا أنت تستعين بأصدقائك بتروح لعندهم لأنه رؤوس الأموال مش موجودة مع النواب أوكي بس هلأ بالانتخاب الورقة ورقة الانتخاب موجودة مع النواب وبالمناسبة بدي أقول شي غالية بالرغم من كل شي صار والنقطة اللي وصلنا لها بالوقت الحادث يتحمل كل نايب بمفرده مسؤولية الموقف اللي بدو ياخده من هلا لأربعة يجيه بمعنى إنه لا بقى يجوز إنه الطلطة والتخفي وإنه ساعة ورقة بيضاء وساعة منصوت من حط اسم مدرمين في البعض تحت شعار على إنه ما هيدا مش عجبنا وهيدا مش عجبنا تبقيه بالنهاية المطاب نحنا عايشين على هالأرض وفي شي من الموجود لازم يعجبنا إذا عجبنا شي بس مش موجود شو بنعمل يعني؟ مش موجود إذا أنا عجبني أنشتاين بس لأنه مرشح لأنه موجود ما فينا انتخبه بدنا انتخب حدا من الموجودين من الموجودين بأسوأ أسوأ الحالات لازم نروح بمنطق يخيي نصوت للأقل ثوءا بيناتهم ماذا وقلا من نضل بالهواء وبالتالي صراحة بما يتعلق بالإستحقاق الرئيسي مئة وثمانة وعشرين نيب مئة وثمانة وعشرين نيب يلي منهم بروح بعد على خيارات غير مفهومة أو غير واضحة في مرشحين موجودين أنا بحترم يلي رح يروح يصوت سلامان فرنجي هيدا رأيه عظيم بس بدون ما يخوف ولا يهدد الآخرين مثل ما موجود اليوم بأحدى الصحف اللبنانية يلي بروح يصوت الجهاد على صور أنا بحترمه بس يلي ما رح يصوت لا لا هيدا ولا لا هيدا شو يعني أستاذ علي من بعد كل المرأنا فيه سبعة شهر فراغ شو يعني؟ في عدد من النواب عم بيقولوا أنه نطرين إشارات من الخارج وأنت بتعرف أنه بتاريخ لبنان انتخابات رئاسة الجمهورية دايماً كان فيها المعطى والعامل الإقليمي والدولي منذ إنشاء لبنان يعني هيدا خطأ يجب تصحيحه وبهالدورة قبل غيرها إذا في خطأ كان عم بصير دروري نجافي فيه والنيبيرينات الخارج خلص وكي بتعمل توازن دكتور جعجع كي بتعمل توازن مع ثقل وحجم حزب الله اللي كتير بيعتبروا أنه هو امتداد لطهران في لبنان بالرغم من أنه قاعدته قاعدة لبنانية أصيلة وما في جدال بالموضوع لكن بالسياسة بعمل أنا توازن معها وخلل إرادة وطنية صافية يعني بامتياز يعني الشيء الوداوني بالتي كانت هي الداؤه أنه هو عم بيستعين بإيران بروح أنا بيستعين بفرنسا أو السعودية مع أنه بالعكس هالمرة استعان بإيران و بفرنسا وجرى بيستعين بالسعودية أوكي لا بيستعين بإيرادة وطنية صافية مش أنت واجه هالزهرة في نواب ناطرين أيضا تدخل من المبلكة العربية السعودية لأسباب أخرى نبدن إشارة عربية بمواجهة مرشح الثنائي الشيعي وعم بيقلو لكم هالشيء وعم نسمعه نحن نبدأ لك شغلة أستاذ علي وخدنا مني وانت تعرف نعم بتصور أنه نحن موجودين بالأوساط العربية أكثر فريق موجود بالأوساط العربية الأوساط العربية ناطرين إشارة منها والمملكة صارت مأكديمية مرة على أنه هي ما بدت تدخل بالتفاصيل ما بدت تدخل تفوت بالزوارية بالداخلية يلي بيعتبروا حاله راب على المملكة أو ناطرين رأي المملكة هن بدن يقول المملكة أفضل نعمل هاك بتقوله المملكة أوكي بتحكم على النتائج بتحكم على النتائج طبعا يعني إذا أجل حدا قال مملكة أنه أفضل نعمل هاك ورأى عمل هاك وطلع بعدين نتائج سيئة بتقوله أنت ما تفهم شيء بالشياسة أو أنت خين أو أنت مرتشة والشيء بالشيء يذكر هو موضوع اللي أشرت له دكتور جعجع هو موضوع باريز في البعض لجأوا إلى باريز وفرنسا لأول مرة لحظنا أنه في التباس حول موقفها وفي تذمر ببعض الأوساط اللبنانية من موقف الفرنسي بالموضوع نفسه بس يتوقف هون عند هايك فكهة صغيرة مع أنه تعرف الموقف ده شو جدي حزب الله كل عمره من ثلاثين سنين حيث هلا يعير كل الآخرين أنه جماعة السفرات هاو دي يلي مع الاستقواء والاستعمار الغربي وهو يلي ناطرين السفرات ويلي ناطرين تعليمات خارجية ويلي 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 ما هيك صلوا تلت تشهر على أبواب السفارة الفرنسية على أبواب الفرنسيين عم يترجيهم مش أنت يستعملوا علاقتهم مع السعودية تضغط على أصدقاء في لبنان تسوتوا مع السلامية الفرنسية فضل بس هذا عامل إشكالية بالبلد عامل إشكالية بالبلد وما قد إلى أي نتيجة هل لمست بمعلوماتك أنه الموقف الفرنسي تغير أو المقاربة الفرنسية تغيرت رجعوا لورا خطوة ولا عندكم شعور أنه بعده فيه نفس التحشي اللي لحظناها خلال الشهرين الماضيعين لا صراحة يعني معطياتي أنا نعم عن خصوصا بعد زيارة البترك على فرنسا لا أقله 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 وقفوا بالنقطة اللي هلأ نحنا فيها يعني الأحداث فيها أكيد ما بقوا مندفعين مثل أول أكيد ما بقوا رح يقوموا بأي خطوة في محاولة تزكية ترشيح مرشح الممانعة أقله هيدا إذا ما قلنا تحت إجماع المعارضة اللي صار يلي من ضمنه في إجماع مسيحي أقله نظيره انتبه هالمرة مش بس لحظة مسيحية وحتى المستقلية مسيحيين يعني بأكترية ونساحة يعني بس سناء الفرسين الأربعة من كل البقوا بس في أحد زملائنا الأستاذ فارس خشين كتب ما قال اليوم بجريط النهار وقال إنه سليمان فرنجيه صانع المعجزات مسيحيا جمع اللي ما بينجمعه وهكل المستويه من بعد ما صانعه بتكون تشكره الأستاذ سليمان فرنجيه على الجمع أنا سبق وشكرته هالجمع بدي لك يا أستاذ علي على أنه من بعد ما الفرنسيين شايفوا هايدي كمين هالمعطل الجديد اللي بيت لا أنا معلومات على أنه يا أنه وقفوا عندها النقطة وخلاص يا أنه لابد منه ممكن يروحوا باتجاه آخر طيب يعني هذا أيضاً والشيء بالشيء يذكر مرة تانية اللي هو زيارة البطرق إلى الفاتيكان والبطريارك الراعي وإلى باريز يعني هو من بعده حصيته أنه صار فيه شيء مغير إذن هو حمل موقفكو صراحةً نحن من ثلاثة أربعة تجميع طبعاً حمل موقف الأكتري لأنه قبل ما يروح على الفاتيكان تبلغ منا وتبلغ من تياراتين الحروب تبلغ من الكتائب وتبلغ من الموقف الشديد وتبلغ من كل إنه نحنا خيات تفقنا على كذا وتبلغ من النواب المستقلين فرداً فرداً مش المعود أو نعمة فرام أو فلان أو فلاتين تبلغ من الموقف جيد وبالتالي ما قدر إلا محمل طبعاً أنه يحب له بس بدي أقول لك يكن أنه صراحة من جمعتين ثلاثة عم نحس أنه خالص يعني وكأن الفرنسيين يقسوا من يلي كانوا عم يعملوا قبل ووقفوا عند النقطة اللي وصلوا له بس شعورك أنه في حال انتخاب الأستاذ أزعور ممكن أبواب العالم العربي تنفتح؟ في حال انتخاب الأستاذ أزعور انتبه ما عندك كمان عندك خطوة لاحقة عندك تشكيل حكومة عندك تشكيل حكومة بس خليني أقول هايك منكون باللشنة بالطريق المزبوط يعني هذي بتعطي إشارة لبعدين؟ بتعطي إشارة ايه أنه إذا كفت الأمور بهالاتجال أكيد بيكون عندنا بصير عندنا حظ لبأس فيه أبداً أنه نرجع ناخد استثمارات عربية نرجع نستجرب برؤوس أموال أوكي وتبلش الدورة اقتصادية تاخد مديها بلبنان بينما لو صار العكس من الأول باب مسكر شو ما عاد سانهم بعمنا؟ وإذا الباب مسكر وبقي مسكر ورحنا مرة الجاي إلى تعطيل ثم تعطيل ثم تعطيل وراحت وامتدت نحنا رايحين أول شي على فراغ بمؤسسات رئيسية في البلد حاكمية مصر في المركز لاحقاً قيادة الجيش اللبناني ومواقع كثيرة بالبلد وين نروح نحنا ساعتها؟ البلد وين بيروح؟ بيروح على هزة أمنية على هزة هزة بالدولة كبيرة كثير صدمة؟ ما لازم نروح على هزة أمنية شو ما صار يصير؟ لأن الهزات الأمنية ما بتؤدي إلى حلول ساعتها لازم نعيد النظر بكل ما هو قائم ماذا تعني؟ ماذا تعني بإعادة النظر؟ هادي السؤال الأول اللي كنت تركه أنا لبعدين أعني فيه ما أعنيه تفكير بصيغة لبنان الموحد؟ لا واحد لأ عطوبدي دا الواحد بش تفكير بصيغة لبنان ضمن الواحد طبيعي إنه ما فيه محرمات بها الدنيا التنوع ضمن الواحدة يعني ضمن الواحدة كله ضمن الواحدة يعني موضوع الفيدرالية ما أنه تبوه عندك ما أنه كلمة كبيرة هيكي ما يعني بتلاقيها إنه آسيا هلا أكيد ما فيش تبوه ويبحث كل شيء ويشوف بالمنطق إنه لوان ممكن يوصل بس أبو ما نوصل لهون أكيد مترح ما هي مخنقة صلى 30 40 سنة مخنقة يعني عن مستوى سلطة المركزية بدأ حال حالة ما فيه نظل هاك لايك أستاذ عليك شو المهم مهم المواطن اللبناني ولا المهم نظل متكبشين بتركيبة إذا بدك خنقته ورح تموته المواطن طبعا كل شيء يجب أن نشوف شو بسيصل لأموره نعم ما رح نقدر نتفاق بسهولة على السياسة الخارجية لبنان ومش بسهولة متما البعض رح نقدر نتفاق على السياسة السراتيجية طب ضروري إذا ها مش متفقين عليهم أنه يموت المواطن على الطريق وما يقدر يعمل ببنزين وما يكون عنده كهرباء ياخي خالق طريقة نحنا مختلفين على هاديك كنا نتفاقنا عليهم يقدر المواطن يعيش أنا هايدي المعادلة بطرحها بشكل كتير بسيط أخي وين المشكلة بلجيكا بياخد تشكيل حكومات أوقات أساس علي سنتان صحيح بيموتش مواطن فأذا أنا كل عام بطرحوا ياخي بدنا تركيبة بالبلد قد ما خنقت على المستوى المركزي بدل المواطن قادر يعيش يعني عم سب الدين يا عمي شو الحكي؟ يعني الانتخابات رئاسة الجمهورية هايدي هايدي بتعتبرها مفصلية وممكن تؤدي لشرخ كبير بالبلد إذا راحت بالاتجاه اللي أنتم متخوفين منه اللي هو طبعا الفرض رأي الثنائي الشيحي طبعا يعني خلاص أنه في مجموعة البنانيبات تفرض رأي على كل البنانيين عن غير حق خارج الدستور خارج القانون خارج الانتظام شو ممكن تتفاعل بالتركيبة البلد؟ بتروح على طرح اللامركزية موسعة إدارية مالية على الأقل ممكن تروح على مسائل أبعض؟ لا لا خلينا بليش نقول منروح على اللامركزية موسعة إدارية مالية واللي بالبعض شو بصير؟ يعني هاي المركزية الإدارية الموسعة هدي من ضمنها هي المجالس التمثيلية المحلية المنتخبة طبعا اللي إلى صفة تمثيلية مختلفة طبعا أنا لايك هون كيف حتى أستاذ عاليمة كمان عندك مثل ما فيه كولاترال دمجة أوقت فيه كولاترال أدفانتج بسعني لايك يفحطها خي بدل ما الصراع بالبدل يضل بين الطواف خلينا نقولها صراع ضمن كل طايفة بدل محمولة بدل مقبولة بدل ضمن حدوده إذا بدك عن جد المقبولة عرفت عليه كيف؟ أوكي لشنا نتقاتل على كل ذئو بدنا نزفته من جديد بزحلة إنو نتقاتل كلنا سواء عليه أو نزفته الدار الأحمر أو بالنبطية إذا بدنا كل بير راين نبحش بالنبطية بدنا تشتمع حكومة ونتقاتل كلنا سواء عليه أو إذا بنعمل شغال بعكار أو إذا بنعمل شغال بشاروخي لا الأمور التفصيلية الأمور العامة عيشية خي خليها خليها من اهتمامات ولاد المناطق المعنية لأنه هن قادرة بأمورهم عادة إنو إذا اختلفوا عليها ما بتقدي إلى أسل البلد هاي دي بتستبطن كمان فكرة المركزية الأمنية المحلية شرطة أو شي من هالنوع يعني لك أستاذ علي؟ أو شي جيش جيش واحد عطول شو بدنا فيها هاي دي؟ تحصيل حاصلة ولاد المتحدين جيش واحد أي شغلة ألي شغلة هلا هلا نحطات محلية كل ضاعة ما في شرطة بلدية صحيح ضاعة أوكي بتوسعها شوية بالضيقة شوية يعني ما نخاف من شيء أي شيء بيسهل حياة المواطن كل المواطن بقصد بالمواطن الإنسان يلي هلأ عايش بالتليل بأكار متل ما الإنسان يلي عايش بحروف الجنوب نعم أوكي متل الإنسان يلي عايش بدار الأحمر متل الإنسان يلي عايش بصغبين متل الإنسان يلي عايش بماش غدا هذا هو المواطن اللبناني خيأ أي شيء بيسهلوا حياته نعم له شو المشكلة هذه ليش خايفين من خاف من معادلات من أسماء ومن وتقسيم لا آخر ناس بدنا نقسي ما بدنا نقسي مش آخر ناس لآخر ناس الأول ناس لا تقسيم ولا شيء ولا تفريط بأي زرة من تراب لبنان أوكي لبنان دولة وحدة بس خيأي نشوف ضمن هالدولة وحدة شو فينا نعمول تنخفف المشكلة على اللبنانية لأن صلو خمسين سنة طلع دينهم نسوها تراكل لبنان لأنه ما بينعيش فينا ما هو هلا هذا مربوط بفرض المرشح ولا بكل الأحوال بكل الأحوال صار بدا هيك تفكير أستاذ عليك طبعا هاي بتسرع قصة قصة تعطيل المستدام قصة التعطيل المتمادة لانتخابات رئيس الجمهورية هاي بتسرع بالأمور بس بكل فت الأحوال صار لازم نفكر بها الشكل ما نخاف ما نشيل بعدين بتكون في حد أدنى من الساعة هاش بقى أنه كل ما واحد كان عنده رأي هدا بيخاونه وهدا بيعملوا أمريكيين هدا بيعملوا إسرائيل وهدا بيعملوا إيراني خيلا هدا إيراني خيلا شو اللي بيخلي شعبنا تنزيل حياة اللبنانيين ايه شو بيخلي شعبنا يعيش بشكل أفضل تعطين تفعله ما نسح للقصة فيما يتعلق بالمخاوف أيضا من استمرار هذا التعطيل هو مشكة الفراغات الكبيرة اللي رح تكون بمؤسسات الدولة وجزء منها يتعلق بالمسيحيين ولسيما بالطائفة المارونية الكريمة يعني عنا حاكمية مصر في المركزة وعنا بعدين قيادة الجيش وممكن ما يكون فيه إمكانية لأنك تعمل شيء يعني؟ الأمر منه مقتصر على المواقع المسيحية لا لا على كتير مواقع أخوة على كلهم بير يحكي لعنا الأمن العام وشفنا شو صار بالأمن العام اليوم ما تروح عنا المصر الحاكمية كتير بتأسق بالطريقة يلي الحكومة بالأحرى السلسل الحاكم بعد وحاكم نحديث هلأ ولو ورا نجيب مئاتي يلي هني حزب الله أمل وطيها الوطايا وهي عملية تصريف أعمال ما عندها مشروعية كاملة نفس الشيء بكرة جايك كمان قوائم من داخلي شو بتعمل؟ مت ما جايك إيه التجاج نعم شغلة عامة إلا علاقة بالبلد ككل كيف بنحلهم هول حال؟ بقلهم حل واحد تعمل الانتخابات الرئاسية هلأ كل شروط وظروف الانتخابات الرئاسية ساتت متوفرة عندك اثنين مرشاحين وخل إنه بيناحوا يعني المفتاح على الباب هو رئاسة الجمهور بدي روح على موضوع عربي لأختم هذا القسم الثالث والأخير اليوم يتم فتح السفارة والقنصرية السورية في الرياض وفي جدة اخذ عليك انه انت توقعاتك ما زبطت بموضوع الانفتاح العربي المتسارع نحو النظام السوري مش مظبوط؟ قال لي كيف مش مظبوط حتى صلح إذا فيه صلح لايك أستاذ علي إذا عم نحكي بالشكل ايه مظبوط ما ما يحق بشي إذا عم نحكي بالجوار لايك أستاذ علي نعم كل هالانفتاحات اللي صارت وانفتاح وانفتاح انا ما عم بقول انه ما صار فيه شي اللي يسموه بالفرنسي والديتانت تبه وانه صار فيه تفاهم سعودي إيراني وانحلت مشاكل المنطقة بشيء آخر نعم انا عم بقول هايك ايه صار فيه ديتانت بمعنى انه الأجواء بطلت متشنجة والفشخة كبيرة كانت بطلنا نعم بس قل لي على أرض الواعي شو تغير بدأ من اليمن انه انت قل لي اليمن ليزال معلق اول خطوة نعم تعرف اليمن هي در التاج هي الأساس اول خطوة بس عم بحكي عن اول خطوة شو هي اول خطوة فتح المطار عطول موانئ وفتح طرقات طبعا ما انه كان لازم تكون خلصة هلا وقفت عتباده للأسرة ما في مصر اكتر من هي ما ادراك هلا بسو سعا اخذوا تلاني جوية تسكيل حكومة واحدة وطنية خوض بقا قداش بتلاعنهم الحصوصيين قداش بتلاعنهم كيف تتشكل كيف كذا كيف كذا وانتي بتعرف من من حدة التصريح اللي عم تصير فأزل انهل أسطو انه خلاص ورجعت سوريا على حضن العربي اولا ما في سوريا هلا للأسرة سوريا هلا مهاجرة من سوريا يعني اكتريات شعب السوري منه واللي موجود بسوريا حتى منه بسوريا اوكي بس رجعت شو تغير على الارض الويه تغير على الارض الويه انه عطوا معلومات عن مهرب مخدرات واجعت ايران ارضي ينضربوا يعني مزح انا ما بحب المزح مثل الحياة العام ونضحك على الشعوب واجع مهرب مخدرات تاني جا خطف مواطن السعودي بنص بيروت مش أليلي رجعوا من هنا رجعوا من هنا مزح مستوى حتى شوف بعد كمان الصحف اللبنانية اليوم رجعوا من تهجم السعودية من جديد يلي مصروا بقى حزب الله نعم شو صح هل أسطم فإذا مش مزبور سؤالي الأخير بهذا الموضوع يعني موضوع العربي اللي كتير مهم هل بتعتد انه انه هذا الاتفاق اتفاق بكين بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية في إيران هل هو جديين في الإيرانيين ولا بتعتد انه في عم تقدر تستشف انه في موقفين داخل الإيران بتشوفهم بتوحيد الساحات مثلا لبنان سوريا العراق أنا صراحة يعني ولا يوم اتناعت بانه في فريقين بإيران في فريقين بإيران بما يتعلق بصراع السلطة داخل إيران بس الفريقين عنده النفس النظرة للأمور وعنده النفس النظرة استراتيجية للأمور بدي اذكر بس على انه مشروع النووي الإيراني بلش كان ختمه في سنجاني دعم صحيح هن أصحاب السلطة الأقوى بمنتصف تسعينات فأذن فأذن هذه قصة فريقين في عدة فرقات مش بس فريقين بس صراع بين الحكومة وبين الحرس الثوري وبين هوا وبين هوا ديكي بس ما بيعنينا نحنا بشيء هلا ليش بتقلي مني متوقع كتير من اتفاق الإيراني السعودي اتفاق الإيراني السعودي إجابي لحظة الإيرانيين بي أمثل حاجة لأله ما تنسى مبارح مبارح يعني من قبل أول تنبارح إيرانيين بأزل كبير يصاروا من بعد تدخلهم بحرب أوكرانيا لجانب روسية كان إنهم بالعادة يكونوا معزولين من الأمريكيين شغل يتعودوا عليها بس ما إنهم بالعادة يكونوا معزولين من الأمريكيين والأوروبيين وكل باقية العرب دعم وصلوا لها الحدي فأذن كان عندهم ضرورة على أنه يفتحوا في مكان ما ومن زمان كان عم بصير منفوضات هن والسعوديين لقوا أنسب شيء هيك يعملوا فتح على العالم العربي والإسلامي من خلال انفتاع السعوديين رتبوا يلي بيترتب بمعية الصين كمان تعملوا هالاتفاق الأولى هالاتفاق الأولى لحد هلأ متمنبين أرضه الفعلية اليمن حتى مش سورية ولبنان طبعاً مش وارد به القصة منه فيها لا 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 ملف السوري هذا كان من زمان عم ينشغل سعودية سورية مباشرة لأسباب أخرى وبالتاني ما فيها نربط الأمور ببعدها أنا بتمنى يصير فيه إذا صار فيه ديتانت بالمنطر إذا صار فيه تفاهم فعلي ممكن نستفيد منه بس سيصير فيه تفاهم فعلي معناتها أن الجمهورية الإسلامية بإيران بدأت تغير كل نظرتها الخارجية أنا من يجيبها ما غيرتها على كل بهذه الجولة على العالم العربي نحنا بدنا نتشكرك دكتور سبير جعجة على أنك استضفتنا هون ببيتك وأيضا نتأمل نحن وياك أنه هذا الاستحقاق الرئاسي أن يبقى هادئا وأن يذهب نعوى مزيد من الديمقراطية موعدنا معكم بجدد الأسبوع مقبل بنفس الوقت خليكم معنا